اشتركوا في القناة اللي بيشددنا وبقوينا تنكمل مسيرتنا نحن اليوم رسل وشهود لكلمة الله عم نحاول قد ما بنقدر نكون على قدها المسئولية نزرع الكلمة ونعرف كيف نحب نعيش المحبة الحائية بقلب يومياتنا مع كل الناس اللي نلتقى فيهم هوينا هويك هالبرنامج جديد قد فينا نقول جديد بأفكاره بفقراته بديوفه دايما منغتني من وجود كل الناس اللي بينضموا لقلنا حتى معن عن جد نعرف كيف نمشي لقدام لأنه الانسان اللي بيوقف محله وبيكون كأنه رجع لورا نحن اليوم نكمل مسيرتنا ومنقول ربنا يبارك يبارك مبنائنا الجنيد يبارك انطلاقتنا الجديدة يبارك كل العاملين بهذه المؤسسة وبهذه المحطة إن كان إزاعة أو تلفزيون لنقدر نكمل نحن وياكم ونكون عم نوصل صوتنا ونسمع أصواتكم وحتى من خلال هالبرنامج يكون الهولة لكم وإنتوا تكونوا ديوفنا أكيد اليوم بداية منقول بداية مباركة وافتتاحية مع سيدنا المطران جورج أسادوريان اللي بدي رحب بحضوره المعاون البطرياركي للأرمان الكاتوليك بطرياركية الأرمان الكاتوليك صبحك بالخير سيدنا وبقول لك أهلا وسهلا فيك المسيح قام نحن كمانا بزمن القيام حقا قام ونحن شهودون على ذلك وقبل كيش أنا بريد أول شيء أشكريك لأليك وإشكر إزاعة صوت المحبة وشاريتي تي في اللي هناك كثير عزيزين على قلبي على استضافة صدكن لألي بهاليوم المبارك اليوم الانطلاءة سيدنا اليوم الانطلاءة شبكة برامجنا ونحن مبلشين فيها وأنا من بعد فترة كمانا طويلة كنا متوقفين لمنذ التسعة تشهر تقريبا ما كنا عم نطلع مباشر بشكل يومي اليوم نرجع ننطلق وهيك بناخد البركة منك مليحة لك هادي طلع حلوة لأينا طلع حلوة صحيح ومبروك على الرجعة وإن شاء الله تكون دايما مباركة وتكون حلوة لأن الرسالة اللي عم تقوموا فيها هي رسالة كتير عظيمة عم تصلوا لكل بيت ولكل شخص هو عم يحب بياخد كلام المسيح وشوف بسمتكن حتى ياخد الأمل لأنه تعرف في الكليسة هي صايرة تعطي الأمل والمحبة للكل وأنتوا بواسطكم وواسط راديو المحبة وواسط شاريتي يعني أم في محبة وأم في خدمة يعني خدمة حلوة تكملوا بهال مشوار لأنه منه هاين أنا كان اشتغلت كنت من البدايات يعني أنا اليوم بدي أرجع أنا ويك للبدايات مع أبونا حنون أندروس أنا الحياة بلشت في صوت المحبة سنة 1986 بشهر حزيران كنت جاي جديد من روما كنت مخلص دراستي وكنت اشتغلت كمان ست ستين بإذاعة الفاتيكان يعني وإجا صدفت أنه أبونا حنون هو كان الخوري الواعز لرياضة الروحية تبعاها وأنا كنت عم حضر حالي للكانوت يعني بقى قلت له أبونا حنون عم تحكينا على أنا ما كنت بعده جديد جاي يعني عم تحكينا على إذاعة مسيحية عندك أرماني قال لي لا أنا عم فتشت تقول له أنا هنا أنا جاي لأني من الإذاعة جاي من إذاعة أروح إلى الإذاعة وهيك أخدت المسؤولية من شهر تقريبا أب أو أيلون مش عم متذكر 1986 لل2007 يوم انتقالي لباريز يعني لفرنسا عشت أيام كتير حلوة الحية وكانت صوت المحبة هي تنقول هيك صورة حلوة لكل اللي كان عم يسمعونا بسنة 1983 أو 1984 كنا عم نشتغل بصوت الفاتيكان بقى إجوا طلبوا مننا نعمل نوع من استطلاع الرأي ياهل تون عم بيسمعونا مش عم بيسمعونا وخاصة في هذه الأيام بإذاعة الفاتيكان كان عم تعطي للأرمن بالحلقة لما كان في الشيوعية يعني كان يعطوها ساعة أربعة ونص عبكرة يعني في ناس عبكرة كانوا يسمعوا صوت الفاتيكان تياخدوا شوي كتجهز بأنه الكنيسة كانت مبعدة وكانت ممنوعة يعني ما كان يقدر الخوار يروحوا يقدسوا أو يروحوا ينوشتوا وهيدي لعبة دور كتير صرنا نسأل بواسط بعض الناس اللي بتشتغل بالسفارات هون أو الحكومة اللي بأرمينيا أنه يا هلطور عم بيسمعونا كان يجينا لحتى تعرف هذه الأيام لحتى المكاتب كانت صعبة ما كان يقدروا يكتبوا ولكن صرنا ناخد أخبار نرأ في ناس عم تسمعنا حضرتك أنت كمان حضرتك عم تزيعي أو عم تشتغلي بهال هالموضوع اليوم اللي أنت عم تاخده يمكن عم تفكري بلحظة منها من عم يسمعني ومن عم يسمعك صحيح ولكن كوني متأكدة منها بتعرفيها هدي بتعرفي تكوني بالسيرفيس مثلا الشوفير فاتح صوت المحبة عم يتمع على صوت المحبة والعالم عم يأخذوا يعطوا أنا كتير من الأوقات حب فوت تأسمع أشوف إذا فيها شيء ولا لا نحب نأخذ نعمر صنداج نحن لبعضنا يا هلطورة المسيحية عنا بالبلد شو عم يعملوا وكوني أكيدة أنه هلأ أنا بريش بيقلتلك أنه شاريتي تيفي عندي كتير حلوة بس مش حلوة مثل هون هلأ اللي عم نلاقيها عم يشوفها هلعا اكتار بيسألوا نفس السؤال سيدنا هيدا كمانا من نرفعه للإدارة لنشوف ليش بمطارح في صورة حلبة بمطارح لأ ومثل ما قلنا إذا كان عندك صحن على خاص فيك يعني بيكون عندك الريسيبر بدك تجاه تتأكد من هيدا الموضوع نحن دايما منرجع لأصحاب الدشات ومنقلهم إذا أنتوا قدرين تأمنوا هالصورة بشكل واضح وهالقد بيلمع ومتقلق حلو يكونوا عم بيشوفونا ويسمعونا لأن الصوت أسهل يوصل من الصورة مثل ما عم اليوم بالأصدق بالأصدق كوني أكيد اليوم إنه في ناس كتير عم تتسمع لنا في كتير ناس عم تتابعنا مبتعرفي أي لحظة أي ساعة حدا بيكون هو معصب بيفتح بيفتح شاريتي تي في مثلا بيشوف هالحديث اللي عم بيصير أو هالتراتيل اللي قبل شوي كنتوا حطينها بتغير التليفزيون بيغير الإذاعة بتغير الإنسان يعني بتوديه للإشهة الحلوة لين إحنا اليوم لسوق الحظ يعني لسوق الحظ التليفزيونات اللي عنا كلتها فيتيب السياسة صحيح فيتيب الهدف ما في عندهم برامج هيك مسيحية ما بعرف أنا عم شوف على الأو تي في عبدو الحلو عنده كل يوم برنامج بكرة روحية إيه كل يوم عبكرة عنده هاي شي لين إحنا كمان ما بدنا نعمل نفس الشي ما فيش غير أخبار وصخة أخبار تعيسة أخبار تعطي التشاؤم وتخلينا كمان تخلي العالم يسبوا وما بعرف شوف لا نحن اليوم الشعب وخاصة الشعب المسيحية يا ظهور هي بحاجة لهالتلفزيون حتى يسمع ياخد شوي روح روح المسيح وياخد شوي هيك النعمة من المسيح لأنه حياتنا تعبانين الشعب كلته تعبانين ونحنا تعبانين والكنيسة تعبانة كلتنا تعبانين لأنه المشاكل كتير صارت واحد بتقولي مثلا السيارة بتحمل أربع ركاب ما فيك تحطي في عشر ركاب شوف يشو سطار بترابلوس بترابلوس نعم نحن هيك للأسف يعني مقاسينا سيدنا مقاسينا عم بتكون من من ذاتنا يعني نحن عم عم نحط حالنا بهذه الظروف بهذه المواقف ومنسبب الأزية لحالنا ومننقل لهم دايما على الآخرين والمسئوليات بيحملها ناس حتى مجهولين وما منعرف حقيقة اللي عم بيصير يعني منحكي عن أحداث كتير ما رأيت بتاريخ الوطن وبتاريخ حياة كل إنسان بوطننا منليقي في حقيقة ضايعة ليه لأنه نحن هلقدي بعاد عن كلمة الله عن هالنور الساطع اللي بيخترق وبيلمس قلوبنا أكيد إحنا بعاد يعني أنا ما بعرف إذا مخبرتك 20 نهار على صوت المحبة لما وصلت على باريز رحت بدي شوف بدي يغير الحساب البانك أو الاسم اللي بيمضي يعني من خوري اللي كان قابلي لأيلي أنا وأنا عادة ما بلبس غير كليرجمان يعني وأطلع لبرة وخاصة في أوروبا ضليت من استي ما لبس أبدا مدني يعني أنا أنا بعترف إنه لبي فيلم وان اللباس الكهنوتي بيعمل خوري أكيد يعني مش إنه نحن يعني واجبنا نحن نلبس حتى نعطي شو اسمها رسالة وشهادة مسيحية للكل ولي لا ما عليش شو بده ما بده لا نحن بنبلش من هالنقطة لما أنا ما بحترم حالي بقى فتت لعند المدير مدير البانك قال لي أول كلمة قال لي ياها بيسيو أنا مني دعيك تأتيجي تعطيني درس باللهوت أو بالإنجيل طوله بيسيو أنا مني جاي لهالشي أنا جاي لحسابي قال لي بس لبسك هو لابس انت قال لي ما بيسير قال لي عمو المعروف شي للكربات آه قال لي كي بدي شيل الكربات قال لي هيدا لبسك وليش لا قال لي بلد لبسي قال لي هيدا لبسي كمان مثل ما أنا عم بحترمك تتحترمني أنت قال لي أنا هل لا صرت احترمك لأنه وضحت لي الأمور عشو بدي ليه بدي خاف منك ليه بدي خاف لبس اللباس الكهنوتي يعني هذا لبسنا هو نحن بهال لبس كمان بهالعمل هل أنت ظهور ما بتعرفي إن كان أنت والأمال اليوم اللي عم تسجل لها ما بتعرفي أنه قد عم تعته شهادة مسيحية وشهادة محبة وشهادة تنقول قريبة للإنسان ولقلب كل إنسان هل أنت ما بتعرفه عم تشتغلوا أنتو اليوم تنتكن عم تشتغلوا معكم كمان في ناس كمان عم تشتغلوا ولكن هاي الشخص اللي فات من غرفته من المطبخ للأوضة أوضة الصالوني فيها هالتلفزون فتح شافت شاريتي تيفي عم يسمعيك ويسمعني تغير عم يتغيروا عن جد اليوم عم بير حكينوا عم بينحكها عم بينتقدوا الكنيسة خدوا لو ما كانت الكنيسة موجودة شو كان رايزير يعني أنتو عم تنتقدوا معكم حق ولكن لو ما كانت الكنيسة اللي عم تعمل عمال غير وعم تعمل عم تعطي دروس أخلائية للعالم نحن معنا قتل معنا نهب ما بنحكي بهالقصص كلتا نحن نحن بنحكي بالمحبة والتقارب والعوار ونكون مع بعضنا ونعمل الخير مش أكتر من هيك يعني إذا شبنا واحد هو مش معنات أنه نحن كل الكنيسة هيك يعني أنتو عم تعملوا رسالة كتير قوية وأكتر من الكهن وأكتر من الأخوار لأن الخير لما عم يشتغل عم يعني عم يحكي هيدا شغلته وبدو يعمل رسالة أما أنت عم تشتغل نعم ولكن عم تعمل رسالة أكتر لأنه عم تفوتي على قلب الإنسان من هيك بدك تنتبه كمان على كل شي اللي بتقوليه يعني نعم اليوم قديش المسئولية كبيرة وعلى عاتقنا وعلى أكتافنا بتطلب منها أكتر سيدنا نحن بعصر مختلف احكيت عن استطلاع رأيه أنتو فيه بإزاعة الفاتيكان بالأربعة وثمانين اليوم نحن بالألفين واثنين وعشرين وقديش فيه من وسائل إعلامية وسائل تواصل تطبيقات زكية بتنزل على هالأجهز اللي بين إيدينا وما بنعرف حالنا شو عم يوصلنا قدينا نحن بعضنا قدرين نخترق كل هالجدران اللي يمكن تنوضع قديمنا وذكرت المحطات اللي فيها فقرة روحية والمحطات اللي عم بتبس بس الأخبار يمكن اللي بتودي بالإنسان للهلاك إذا بدك قدينا اليوم نحن بدنا ناخد هالقوة من كلمة الله ونقدر ننشرها أحوالينا وبيقصة لع الرأي قلت اللين بلى عم يسمعونا وعم بيشوفونا وعم بيتأثروا وبتنلمس قلوبهم قدينا نحن اليوم بدنا نكمل بنفس القوة ونفس الاندفاع ونفس الحماس ونحن بحالة يمكن محاطين بيشطى أنواع الهجومات والأسلحة والشر الخطيئة كل شيء نحن أولاد القائم من بين الأموات نحن مانا قبلش في عب خبرك أنه نحن بالليتورجية الأرمانية في عنا ترتيلة حلبة كتير اللي هي دير بوغورنيا كان يحبها البابا يوحن أبول ستاني هايدي هي ترتيلة للشهداء وللموتة يعني أوكي بس عنا كمان ترتيلة مثل كل الكنيس كل ترجيات المسيح قامة بين الأموات أوكي نحن بنحب شعب الأرماني بيحب كتير هالترتيلة الأولى اللي هي يا رب ارحم ورتل وتنبكي وتنزعل أنا عندكم الزكرة الزكرة الإبادة الأرمانية اللي ما بتنتصى يعني التاريخ خفزة مش رح ننساها يعني لو نسونا يا مش رح ننساها نعم نقول للشعب أنه مثل ما عم بيلك أنا اليوم المسيح نحن أولاد القيامي يعني نحن لازم نفكر نكون متفائلين أكتر ما نكون متشائمين أنت عم تعملي شغلك اليوم ما تفكري أبدا أنه شغلك مش مزبوط شغلك كتير مزبوط وأحلم المزبوط كمان لكن كوني أكيدة كمان أنه الرسالة اللي عم تعطيها إياها عم تعطيها للعالم للي عم بيسمعوكي عم بيشوفوكي هي كتير رسالة عظيمة وأكيد عم بيشوفوكي وعم بيتمعوكي وعم بينطروكي كما بنفس الوعي منرجع شوي للذكرة لذكرة الإبادة الأرمانية سبعة فوق المية 107 سنوات جريمة خضة الإنسانية واليوم الشعب الأرماني هلأد شعب قيامي شعب ملقه الرجاء وملقه الإيمان والشهداء سقطوا لأجل الإيمان أبدا اليوم بدأ نكمل بهالمسيرة ونقول شعب أرماني متطرف متعصب لإيمانه لمسيحيته شوفي نحن عنا قوة يعني عنا قوة أول شي لأنه مسيحيين بنقامل بالقيامة ولكن عنا قوة تانية اللي هو الحق عنا حقنا نحن بدنا ناخده ما رح ناخده بسلاح ما رح ناخده بالساف نحن حقنا رح ناخده بواسطة القانون الدولي إذا بدك اللي بدك يا يعني ونحن مش رح ننسى هالشي ونحن رح نناضل من أصل هالشي الولد الصغير مبرحة بـ 24 سنة بالذكرة طلعنا على الشارع طلعنا على الشارع يعني الأرمان مشوا من برج حمود على أنتلياس ومعهن صغار ومعهن كبار ومعهن الكبير كبير أولاد صغار قاموا بأولاد صغار للكبار للشباب كلتن إجوا تيحطوا بوكاية ورد على نصب التسكيري إن كان عنا ببتركية الأرمان كاتوليك ولا بأنتلياس بكاتوليكوسية الأرمان يعني هايدي معروفة كلتنا عنا عطلة عامة ممنوع حدا يشتغل ممنوع حدا يروح لغير محل كلتنا بدنا نمشي وكلتنا بدنا نرتل وكلتنا بدنا نحضر الديس وكلتنا بدنا نطلع ونعيط ونناضل إنه عنا حقوق وحقوق هايدي شو ما كان تكون وين ما كان برحة بـ 24 نيسان كل أرماني ونكون موجود بهونولولو أو بأفريا آخر نقطة من أفريا قام كل واحد عمل مظاهرة وراحل الديس كلتن عملوا نفس الشي حتى نذكر العالم أنه نحن عنا قضية نحن مش رح ننسى القضية هلا تعرفي أنه بسياسة العالمية دايما فيه كل واحد بيفتش على مصالحه برحة مثلا اليوم العلاقة بين أميركا وبين التركيا منا كتير مزبوطة جو بايدن برحة صرح أنه نحن ننقني قدام الشعب الأرماني وشو هداء وليوسة لينا كايب الأتراك لأن الأتراك مش عم بيبشوا مناحي يعني هلا قبل سنتين اعترفوا الأميركا البرلمان الأميركي اعترف بالمجاهزة الأرمانية لأنه الوضع هلا هلا شوفي مثلا مارح الأوضاع بين تركيا وبين روسيا منا مناحي يعني أنا بدي أرجع لك على شيء اسمه المصالح ونحن لو ما في مصالح كنا أخذنا حقوقنا بتشتغل كيف هالمصالح بتشتغل بتمشي مع هالبوصلة تبعا هيك كيف لازم يكون هيك بنا نمشي نعم نحن اليوم نفكر قديش هال العالم متحكم العالم القوي متحكم بالعالم الضعيف إلى أي مدى 107 سنوات نضال حملين القضية مشين فيها مظاهرات في الشوارع وحديث لا لا يتوقف عن هذا الموضوع ولغيت هلأ بانتظار بعدكم نطرين القانون الدولي ونطرين العدالي الدولية شوفي ظهور نحن مثل السلحفاث عملي شي شوية 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 بيبطئ لأنه ما عم يتزاوبوا معنا ولكن نحن كل السنة عم ناخد شي جديد فهلا اليوم عم بلحكى عن عن مفاوضات تركية أرمانية وأكيد هلا الشعب التركي منه هداك الشعب اللي مستعد يتقبل الخطأ تبع أجداده هلا هو بشهر هو الوالي اشتراك هو اللي عملها أجداده اللي عملوها ليه اليوم الألمانة طرفوا بالمجازر ضد الشعب اليهودي وليه نحن تأتراك بعد له هلا هلا في عندك ثقافة شعب هلأ أنت تكفيكن الاعتراف بيكفيكن الاعتراف بتكونوا حققتوا بالاعتراف في شبابيك كتير يعني يعني أنه في شغلات كتير بدين نحكها فيها نحن اليوم يعني كل الأرمن عندهم أرض بتركية يعني جده أو جد جده كلتنا عنا أراضي ولهلا يعني أنا رحت على مدينة مردين اللي أصل أجدادي من هوني كي أوكي بعد في عنا أرض نحن في عنا بيت مثلي مثل غيري وبعد بيقولوا لك أنه هيدا الأرض أو هيدا البيت هو لفلان عائلة موجود فيها أكراد بيلك إذا بدك تعاخدها شو بدي إيجا أن أأخدها يعني كي بدي إيأخدها أول شي يعني إذا الدولة ما إيجا تأخذت أنون أو أرار رسبي أنه بيسترجع الأراضي لأصحابها يعني في كتير زمانهم بالستينات بلشوا يشتغلوا كل واحد صار يلمس سكل ملكية تبعه بتركية وكذا نحن ما وصلنا لشي أكيد ولكن لازم نصلي يعني أنه هيك من هيك عم نحكي أول شي لازم نصلي لأنه نحن لازم نصلي لشوهدانا عنا صلاة الشوهداء بعدين عنا صلاة نحن صلاة للشعب الأرمني حتى يكون ما بعده هذا كما بدي يعمل بعدين في عنا الحق في عنا يعني السبت أنا أخدته وطلعنا عن البترك الراعي وعن بكركي وكمان في لأنه في صليب خاشكار أرمني هو يخطيناه بباحث بكركي يعني أنه هدول دورهم وشغلهم يشتغلوا من أجل الدفاع عن القضية الأرمني أنا كي بدي أنا بتذكر كنت بفراسة طلب مني إجا واحد إجا واحد أرمني قالي أنا مستعد يدفع لك أربعين ألف دولار أربعين ألف يورو إذا بتقدر تانع هداك الصحافي بال بال سان تايم الإنجليزية بس يكتب مقالة عن المجازر الأرمانية ونجحنا بها الشي حكينا مع فلين وفلين أربعين ألف دولار تيدفع بشان ما قالي يعني هيدا هو كمان ضمن الحقوق اللي نحنا لازم نصلها حتى نذكر كل الشعوب وأنه نحنا عنا حقوق نعم أكيد سيدنا نحنا نتمنى لكم كل هيك التوفيق بها القضية بالنضال بهذه القضية وتبقوا على إيمانكم ثابتين ورسالتكم رسالة المحبة والسلام تنختم نحنا وياك كلمة أخيرة منك سيدنا قبل ما نتوقف مع فاصل صغير أنا بتمنى أنه كلتنا نقوم من بين الأموات من مشاكلنا يعني نحنا بلبنان كمان عنا إبادة وعنا مشاكل عام بعدنا عايشين فيها من سنة لألف وتسعمائة وسبعين تقريبا إذا مش تسعة وستين كمان نحنا عام نعيش مشاكل مشاكل إنسانية بلبنان إن شاء الله إن شاء الله بقى نقدر نخلص نحنا كمان والمصالح الدولية تقدر تقعد مع بعضها وتقدر تتفق مع بعضنا حتى نحصل عن أول شيء عن السلام ببلدنا وعن الاستقرارية بوطننا ونحنا كمان بدنا نشتغل ونصلي حتى ما نيقص لأنه المسيح يعطينا دايما الأمل في يوم أحلى وأحصن وما القيامة إلا الشهادة لحتى نكمل طريقنا بقى أنا بقول لأخوتي صلوا صلوا حتى نقدر نصل للنجاح وللنهاية شكرا سيدنا جورج أسدوريان فاصل أحبقنا ومنتابع رحنا وياكم ترجمة نانسي قنقر